سمكة البلطي الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي في سمكة البلطي تمتلك الأسماك العظمية مثل البلطي جهازاً تنفسياً مختلفاً عن معظم الكائنات الحية كي تتمكن من امتصاص الأكسوجين المذاب في الماء فهل تعلم ما هو تركيب هذا الجهاز؟ وكيف تتم عملية التنفس خلاله؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً يتكون الجهاز التنفسي في الأسماك العظمية من أربعة أزواج من الخياشيم على جانب البلعوم يفصل الخياشيم عن بعضها حواجز خيشومية مختزلة ويتكون الخيشوم الكامل من عارض خيشومي يحتوي على قوس خيشومي هيكلي منحن يحمل خيوطاً خيشومية يطلق على هذه الخيوط مع بعضها مصطلح الصفائح الخيشومية بالإضافة إلى الأوعية الدموية المتمثلة في وعاء دموي خيشومي صادر ووعاء دموي خيشومي وارد وعلى الناحية البلعومية يوجد صفان من الأسنان الخيشومية وظيفتها منع الغذاء من الدخول إلى الحجرات الخيشومية ومن خلال حركة غطاء الخياشيم يمكن فتح الحجرات الخيشومية إلى الخارج عن طريق فتحة خيشومية هلالية خلفية أما عن آلية التنفس فتتم على النحو التالي يتنفس سمك البلطي عن طريق إضخار الماء إلى التجويف الفموي من خلال الفم المفتوح ثم تتقلص العضلة الفموية ليتمدد التجويف الفموي مما يؤدي إلى دفع الماء خلاله ويتحرك غطاء الخياشيم للخارج مما يؤدي إلى انخفاض الضغط داخل الفم ليندفع الماء من التجويف الفموي إلى الخيشيم لتغمرها بعدها يمد غطاء الخيشيم الفتحة الخيشومية الخلفية ليمنع خروج تيار الماء من الحجرة الخيشومية للخارج ومن ثم تتم عملية التبادل الغازي فيأخذ الدم الأكسوجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون إلى الماء ثانية أما أثناء عملية الزفير فتغلق فتحة الفم وتتحرك أغطية الخياشيم للداخل ويرتفع قاع الفم لأعلى مما يرفع الضغط داخله ليدفع الماء للخارج ونظراً لوجود الصمامات الفموية التي تمتد لمنع خروج الماء من الفم فلا يجد الماء مساراً للخروج سوى من التجويف الخيشمي